اشتراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير حيث اتشرفني جداً أن يكون ضيفي لهذه الفقرة هو الأستاذ الدكتور مرعي مذكور الخبير الإعلامي وعميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر سابقاً السابق خليتها للآخر عشان لو قلت عميد كلية سابقة بكلية هي اللي سابقة أهلا بيك يا دكتور أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين يعني دكتور مرعي أين يقف الإعلام المصري بصراحة مطلقة الآن في مجمله كده وإذا قارنناه بالإعلام المصري سابق وبص حضرتك بداية نحن نعيش عصر المواطنة تمام المواطنة يعني كل شخص ياخد حقه يعرف ما عليه فيجب أن يؤديه ويشوف حقه ياخدها والدولة تؤديها له تمام نحن في حرب شرسة أي؟ من القنوات التي تبث في الخارج ومليئة بالأكاذيب وبغيرها الإعلام يقف كأداة مهمة من أدوات الصراع السياسي يعني هي ليست بس برامج إحنا نشوفها وكلام زي كده لكن أداة مهمة من أدوات الصراع السياسي بس ما فيش شك أنه هو فيه صراع إعلامي وعشان كده أنا بدأت السؤال حضرتك من حياتنا أنا أقول لحضرتك السياسي يشمل نحن لدينا دولة الدولة تعتمد على ماذا في مواجهة الشائعات والإعلام الوافد وأنت حضرتك أنت القائم بالاتصال أنا في البيت بالموبايل أنا القائم بالاتصال حوالي 200 قناة عربية أشوفها بالإضافة للقنوات الأجنبية لا أحد يفرض علي شيء ولا حد يستطيع أن يمنع العالم كله أن تراها أنت أو تدخل فيه طيب خليني هنا أسأل حضرتك السؤال بمعنى تاني هل إحنا كإعلام مصري اللي علمنا المنطقة دي كلها يعني إيه إعلام بما فيهم القنوات المعادلة بالظبط هل إحنا الآن القائمين على العملية الإعلامية بكل تخصصاتهم أكفاء بدرجة كافية لكي يصدوا هذا الهجوم احترافيا وإخراجيا وتقديما وسكريبت أم استطاعت هذه الدول أن تأخذ إعلاميين الكبار وتقلل مستوانا لغاية لما كل الناس قايت لك يا سلام الجزيرة الوسائقية لما طلعت ديكت حاجة بقى يعني حصلتش في تاريخ الإعلام العربي والجزيرة نفسها الجزيرة الأساسية كانت شيء مهم جدا طبعا وكنا نذهب خبراء إليها نعلم الناس ونديهم دوراته ما كنتمش تعرفوا أنها بتعد لكنها الآن العداء مستحكم قطر وهي وتركيا وغيرها قلت لحضرتك الإعلام أداء من الصراع الصراع السياسي والتعليم وكله كله ينصب في الصراع السياسي أصلا على قوة الدولة في ماذا تعتمد الدولة على القوات المسلحة قوات المسلحة التي تحمي الدولة من حدودها المتعددة على الشرطة التي تحمي الداخل وتؤمنه على الشعب الذي يجب أن يكون لديه وعي كامل بمجريات الأمور النقطة الرابعة أو العمود الرابعة هو الإعلام هو اللي يوري الحاجات الكويسة أنا الآن أنا كن عندي منقشة رسالة رسالة في فسبت السيارة فاركبت الأبر وكده الراجل قاعد يقول لي والله الراجل ده فعلا الريس عمل لنا كباري وبتاعه وحاجات ودي تخدم قناة سويس وتتخدم بس الناس اللي مش فاهمين أو الناس اللي لديهم بعض العواص في بعض الحاجات هو بيقول لي يا أخي ما يزوره شوية فأنا بقول له أنت معاك شهادة إيه قال أنا معايا دبلوم فشوف دبلوم مفاهم بس مستشعر برضو مفاهم من الحكاة بقود الكبير اللي بيحصل في البن قلت له لا ما تقوليش الطرق بس قل لي فيارسين اللي كان يهري أكباد الناس والريس قال في مليون هنعالجهم في أفريقيا وكده الحاجات التانية كلها الطبية وغيرها وغيرها بطور مرعي ما زلت أحتاج لإجابة على علامة الاستفادة ترجمة نانسي قنقر